تقبل حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعا يوم أمس في قصر صافرية سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يرافقه مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حيث تشرف سموه برفع التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام 2022 إلى جلالته رعاه الله والذي تضمن مختلف الإنجازات الرياضية التي حققتها المملكة خلال المرحلة الماضية ومشاريع وبرامج الهيئة الحالية والمستقبلية كذلك وتضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة أبرز المبادرات والبرامج النوعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للارتقاء وتطوير منظومة العمل الرياضية في المملكة كما اجتمل التقرير على برنامج عمل الهيئة العامة للرياضة والذي من خلاله يتم ترجمة توجيهات سموه على أرض الواقع إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية خلال العام الماضي وملخص لعمل إدارات وقسام الهيئة وقد أعرب جلالة المالك المعظم عن شكره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة واعتزازه بالعمل الدؤوب الذي يقوم به سموه في خدمة القطاع الشبابي والرياضي وإطلاق المبادرات والخطط الداعمة لتطوير هذا القطاع وحرصه على دعم وتشجيع المواهب الشابة وتطوير قدراتها ومهاراتها وجهوده المتواصلة لإعلاء الشأن المملكة في مختلف المحافل الرياضية والتي حققت مملكة البحرين من خلالها العديد من الإنجازات بفضل أبنائها وبناتها وثمنا رعاه الله كل إنجاز رياضي يسهم في رفع راية الوطن ويعزز سمعة الرياضة البحرينية إقليميا ودوليا كما أثنى جلالته على تكاتف وتعاون الأسرة الرياضية البحرينية ودعمها لخطط وبرامج الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والتي نقلت الرياضة البحرينية إلى المنافسة الحقيقية وحصد الألقاب والبطولات والمراكز المتقدمة متمنيا جلالته لسم الشيخ خالد بن حمد وكافة الشباب البحريني دوام التوفيق والتقدم وموصلة طريق الإنجازات خدمة لوطنهم البحرين من جانبه يعرب سم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن أسماء آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود الذي أليه جلالته للحركة الرياضية في مملكة البحرين وهو ما أثمر عن تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات لتصبح الرياضة واجهة مشرفة وعلامة مضيئة للوطن على كافة الأصعدة والمستويات وثمن سم الشيخ خالد بن حمد الخليفة ببالغ الفخر والاعتزاز استقبال جلالة الملك المعظم لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وتشرف سمه بتقديم التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة إلى جلالته والذي يتضمن أبرز المبادرات والبرامج النوعية التي تم إطلاقها لتطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة إلى جانب برنامج عمل الهيئة العامة للرياضة والذي تم من خلاله ترجمة توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه للارتقاء بالحركة الرياضية والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات للمملكة وأكد سم الشيخ خالد بن حمد أن استقبال جلالة الملك المعظم لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يمثل مصدر فخر واعتزاز كما أنه يمثل تشريفا كبيرا لكافة أعضاء الجهاز التنفيذي ودافعا من أجل المضي قدما لإعلاء راية الوطن وتحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية معاهدا جلالة الملك المعظم الاستمرار نحو توسيع رقعة الإنجازات الرياضية بما يعزز من مكانة الوطن بمختلف المحافل الإقليمية والقارية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر